اشتركوا في القناة اول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسم الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من أعطاء مجلسي النواب والشورى وتوجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الألعاب الشعبية والألكترونية المختلفة التي تضمنها المهرجان حيث شهد سمو جزءا من منافسات المهرجان الذي اجتمل على عشر ألعاب مختلفة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلا للشباب والرياضة أنهم حريصون على تنوع المنافسات الرياضية الرسمية في مملكة البحرين واكدان أن هذا المهرجان الشعبي يأتي لإثراء الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية خلال شهر رمضان المبارك وقال سموه أن هذا المهرجان الشامل حق أهدافا عديدة منها الحفاظ على الألعاب الشعبية القديمة وإدخالها في بطولات تنافسية رسمية إضافة إلى دمج الرياضات الألكترونية في هذا المهرجان والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من النشأ والشباب البحريني بدليل المشاركة الكبيرة التي تجاوزت خمسة ألاف شخص في مختلف الألعاب وأشهد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتنظيم المميز من قبل لجنة رياضات الممروث الشعبي برئاسة السيد خليفة بن عبدالله القعود مشيرا إلى أن المستوى التنظيمي العالي يدل على الكفاءة الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن كما أن اسمه الفائزين في جميع العاب المهرجان متمنيا حظا باسما لبقية المشاركين في البطولات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة